اهلا ومسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سقيا الماء واحنا بنتكلم في مؤسسة سقيا الماء احنا بنتكلم في مشاريع تنموية كتيرة جدا بنتكلم في حاجات خيرية جميلة جدا 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 النهاردة يمكن انا عايز اركز شوية مع حضراتكم بسبب فضل هذه الايام اللي موجودة واللي احنا عايشينها دلوقتي وعايز ارحب جدا 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 بالدكتور اسلام ردوان الداعية الاسلامي معانا هنا في الستوديو منوارني يا دكتور اسلام اهلا وسهلا بحضرتك يا سيد احمد كريس انا وحضرتك طيب وحرك بألف صحة وسلامة يمكن الايام دي فيها روحانيات كده عالية واحنا كمان حسنها من جوانا فضل الايام دي يا دكتور اسلام بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه والواحد والاحد الفرد السمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء وفوق كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هقول لحضرتك الايام دي ايام فاضلة ايام عظيمة ايام مباركة ويكفي ان الله سبحانه وتعالى وهو العظيم لا يقسم الا بعظيم طبعا ابن عظيم ولا يقسم الا بعظيم وربنا اقسم بهذه الايام في صدر صورة الفجر ربنا قال ايه والفجر وليال عشر وليال عشر سيدنا عبدالله ابن عباس بيقول ايه الليالي العشر المقصود بها في بداية صورة الفجر هي عشرز الحجة كما ذكر ابن عباس وجمهور علماء المفسري فربنا اقسم بهذه الايام ولما يقسم بالايام دي معناه يا استاذ احمد معناه ان الايام دي ايام عظيمة وايام مباركة ربنا مش هيقسم بحاجة يعني ملهاش قيمة صحيح لكن بيقسم بالليالي العشر او بالايام العشر بايام عشر زي الحجة لانها لها فضل عظيم طب ايه الدليل على ده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في الحديث ايه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر او من هذه العشر قالوا ولا الجهاد العمل الصالح حتى العمل الصالح مقدم على الجهاد ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله خرج بنفسه وجمع كل ماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء هو ده المقدم بس على العمل الصالح في الأيام دي وأنا بقولي الكلام ده لي يا أستاذ أحمد عشان الأيام دي بتعدي بسرعة فاكر حضرتك شهر رمضان لما بيبدأ بنبقى أول 3-4 أيام وهب رمضان كله انتهى تلاقي تغمض عينك وتتحها رمضان خلص هننوى السيام رمضان وبعد شوية 15-20 رمضان خلص كذلك عشرز الحجة بتبدأ تقول الرؤية بكرة بكرة هيبقى واحد العيد هيبقى يوم السبت ولا يوم الحد ظهرت الرؤية عرفنا أول يوم في عشرز الحجة فجأة بتلاقي نفسك بيئات يوم عرفة والعشرة خلصوا صحيح إحنا خلاص بقينا في منتصف عشرز الحجة محتاجين أنه إحنا في الأيام دي بقى أو أيام عشرز الحجة بتمر علينا سريعا نغتنم الأيام دي في العمل الصالح إلي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلي هو إيه؟ دايما بتسأل الأسئلة في الصم إيه هو العمل الصالح؟ في ناس كتير يا أستاذ أحمد في الأيام دي بتعتقد أن العمل الصالح أو بتحصر العمل الصالح في الصيام تمام يقولك الصيام أنا هصوم بس هو مش مقصود بالصيام أما المقصود بيئي؟ مش الصيام بس لكن مقصود بيكل أنواع وألوان العمل الصالح لو ما قصود بالصيام كان سيدنا النبي حدد الصيام وما كانش قال العشرة لأن احنا ما بنصومش اليوم العشر اليوم العشر ده يوم العيد كان قال التسعة لكن سيدنا النبي قال العشرة اللي داخل فيهم يوم العيد فانت في العشر تيام دول ده زي ما بقول لو جاز التعبير إن أنا أقول ده أكزيون من الحسنات لازم تكتهد فيه في الطاعات والعبادات وألوان العمل الصالح اللي هي تبقى صيام تبقى صدقة تبقى ذكر تبقى صلاة تبقى صلاة على سيدنا النبي تبقى عمل صالح أؤدي أعمال صالحة منها يعني إعطاء الخير لأهل الخير أو من يستحقون الخير أقول لحضرتك في ناس ما تقدرش تصوم لها ظروف صحية أو ظروف شغلها في ناس مش هتقدر تصلي وتقيم ليل لأسباب في ناس مش هتقدر تعمل ألوان كتير من ألوان العمل الصالح لكن يقدر يطلع صدقة من الصدقات طب وأنا بطلع الصدقة هل لازم أدقق في حاجتين أنا عايز أتكلم دوقتي أو هفرق ما بين الصدقة والأضحية تمام بس هل لازم أدقق في الحاجة اللي أنا بجيبها ورايحة المين ولا بجيب كده وخلاص لأ طبعا الحاجة اللي أنا هجيبها دي أنا مطلعها المين لله لله هديها لأهل الله وأنا مطلعها وطالب الأجر والسواب من الله لو أنا مع الفارق هجيب هدية الأخوية أحمد الشاعر مش هروح أجيب له أي حاجة لقمته لقمته عندي لازم أجيب له حاجة كويسة وأنا بطلع الحاجة بقى دي لله لازم أجيب أفضل حاجة اللي هتطلعها لله طيب أنا سألت حركة إيه الفرق بين الأطحية والصدقة هنجاوب على السؤال ده بس خلينا نشوف الأول تقرير عن الأضاحة من مؤسسة سقي الماء مؤسسة سقي الماء نعمل من أجل الإنسان قلبها على قلبنا وقف دايما جنبنا فاتح ببها للحماي واللي حاضر واللي غير مسألة الإطعام طبعا ثوابها وأجرها كبير جدا جدا لا يخفى على أحد عايز أقول حاجة إن اللي بيشوفنا دلوقتي وحابب يعني كان نفسه يبقى يشارك معنا بحاجة زي كده إنك تشارك بإنك تحط إيدك وتساهم وتدخل الفرحة والسرور وإنك يبقى لك أثر وبصمة في إطعام الطعام وسد جوع وإنك توفر وجبة أو وجبتين لأهلنا ولحبابنا هنا ده طبعا عمل رائع عمل رائع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من شأنه عندما سئل أي الإسلامي خير قال تطعم الطعام أي الإسلامي خير قال تطعم الطعام شوف لما تبقى الإجابة فولية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأول حاجة يقولها تطعم الطعام ده إن ده لفن لما دوله على إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلي من شأن الإطعام ده شيء في حد ذاته شيء إنساني عظيم فكل إنسان بيفكر إن كل اللي حواليه يدوقوا نفس اللي هو ده ويأكلوا اللي هو نفسه النفسهم يأكلوا ده أبسط الحب إحنا مش بنتكلم على شيء في رفاهية بنتكلم على أبسط الحب والرسول عليه الصلاة والسلام حتنا على إطعام الطعام وده أعظم وأعلى يعني الحقيقة للصداقات الممكن الإنسان يعملها ربنا يا رب يجعلنا دايماً سبب ربنا يا رب يستخدمنا وكل إنسان يا رب نيته في الخير ونييته في الصالح إننا هنمعاك وهنروح زي ما حيكوا شفتوا فعلاً من مرسى ما تروح لإنا للصعيد لكل محافظات مصر كل شخص محتاج كل شخص نفسه في حاجة إنها تحصل على عيننا وعلى رأسنا من فوق وحنشتغل عليها مؤسسة سوفيا الماء الحقيقة منشطة مختلفة سواء من أبار سواء من وصلات مية سواء من إطعام الطعام كل ما هو في صالح الإنسان بإذن الله رب هيكون حاصل وبإذن الله رب يجعله في ميزان حسناتكم نشكركم إن أنتم مصدقين في مؤسسة سوفيا الماء نشكركم لدعمكم وبإذن الله رب اللي جاء هيكون أحسن واللي جاء هيكون أكتر من كده بكتير طول ما أنتم بتدعموا هذه المؤسسة الخيرية العظيمة سوفيا راح تحيي المناسك واللي يبقى في دين وماسك يفتكر سيدنا إبراهيم يتبح الكبش العظيم سنة في العيد الكبير فرحوا معانا الفقير قدموها وقولوا يلا كل عام وانتم بخير العيد قرب ووقتك خلاص ده دايق مش عارفت ضحي إزاي مش ضامن جودة الأضحية أو المرعى بتاعها خايف عليها من الأمراض ومن الموت لقدر الله ما تقلقش مؤسسة سوقي الماء وفرت لك السنة دي سق الأضحية أضحيتك كاملة الشروط حسب السنة النبوية الشريفة تقدر تشارك أنت وسيتا غيرك من أهلك أو أصحابك فسق العجول الباري وليك كامل الحق تاخد من الأضحية نصيبك أو تتبرع بأضحيتك كاملة للقرى البعيدة والفقيرة مؤسسة سوقي الماء هتساعدك توصل أضحيتك للي محتاجها من أهلنا خارج حدود القاهرة أضحيتك بضمان سوقي الماء دمتم للخير صباقين ولنا داعمين مؤسسة سوقي الماء نعمل من أجل الإنسان رجعنا لكم تاني بعد التقرير دا وتقرير دا حاجات مهمة جدا 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 أولا شوفوا البعد الجغرافي اللي موجود ثانيا وهو بتكلم على جودة اللحمة بتكلم عن المرعة اللي موجودة ودي حاجات تفرق كتير هنا كنت عايزة أسأل دكتور إسلام الأول إيه الفرق بين الأضحية والصدقة الصدقة هقول لحضرتك أستاذ أحمد أي عمل هتعمله إنه يبتسبق العمل في الصدقات فالصدقة اللي أنا هقوم بيها سواء كانت إطعام في لحوم أو ما فيهوش لحوم طيب هنخليها في الدبح لو أنا دبحت قبل صلاة العيد أي دبح هتبحه قبل صلاة العيد أو بعد انتهاء آخر يوم من أيام العيد دا صدقة من الصدقات يعني قبل صلاة العيد صدقة بعد اليوم الثالث ولا الرابع بعد رابع يوم من أيام التشريق بعد غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع دا صدقة دا صدقة اللي بين الاتنين دول اللي هو من ساعة صلاة العيد لغاية غروب شمس آخر يوم من أيام العيد دا أضحية يعني أنا ممكن أضحي أول يوم أو تاني يوم أو تالت يوم أو رابع يوم قبل غروب الشمس من أول صلاة العيد لغاية غروب شمس آخر يوم من أيام العيد دا كله كده أضحية لو أنا دبحته بنية الأضحية ربنا يكرمك يا رب ويبارك لك ونكمل مع حضراتكم طبعاً النهاردة سبيل من سبل الخير سقيا الماء ولكن بعد هذا الفاصل مؤسسة سقيا الماء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد إطعام الطعام أفضل ما تفعله في الإسلام يعني إطعام الطعام من أجمل الأعمال يعني الواحد يعني أنا شخصياً بحب إطعام الطعام جداً وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه ده أقصر طريق إلينا للجنة وندخل للجنة بسلام لما نعمل إطعام الطعام؟ سألوا النبي أي الإسلام خير؟ فأول حاجة قالها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعم الطعام يعني أكتر عمل خير نعمله بعد الإسلام محتاجين كلنا نساعد هذه المؤسسة العظيمة جداً ونمد يد العون لها عشان إخواننا الفقراء وإخواننا المساكين اللي بيهم إحنا هندخل للجنة وسعادتهم هي سعادتنا وصروفهم هو صروفهم أضحيتك بضمان سقيا الماء مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان دكتور إسلام شايف التقريب ده إزاي؟ شايف ابتسامة الطفل الصغير يا أستاذ أحمد في التقريب كده المجابوه مبتسم ده كله علشان إيه؟ اللي سمعناه كده من أخيات دكتور أحمد إعلوان ودكتور أحمد الملكي وأختنا دعاء عامر فضل إطعام الطعام أنك تدخل البسمة والفرحة والسرور على الفقراء والمساكين عشان حتة لحمة أو شربة مية الله مجرد حتة لحمة صغيرة كده من إطعام الطعام بتدخل عنهم الفرح والسرور ودايما بقول يا أستاذ أحمد يظهر في الظاهر كده أن الفقير هو اللي محتاج لك لكن أنت اللي محتاج له هو يظهر أن هو محتاج لك عشان حتة لحمة أو وجبة أو إطعام طعام لكن أنت محتاج له عشان الأجر والسرور تبقى أحرك على حاجة؟ فضل والله مش أجر والسرور فقط وباركة في الدنيا آه طبعا يعني عايز أقول لحضرتك أن والله أحياناً الواحد لما بيعمل ده أولاً نفسين بتفرق معه جداً جداً يعني أنا نفسين لما بنعمل حاجة لأ بتفرق ثانياً بتلاقي القليل اللي عندك بقى ده ربنا بيبارك فيه أوي وربنا بيدفع عنك بلاء رهيب ويخليك كده يعني حالة نفسية فيها فرح وسرور أنت مش عارف ليه لكن لو رجعت لها حافظ أنك أنت جندي من جندي ربنا لو رجعت هتلاقي سبب اللي أنت فيه أنت فرحت ناس صحيح أنت رفعت كربع الناس وشوف ربنا يقول لك إيه كمان؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً إيه السبب بقى؟ إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً إيه الجزاء؟ فجزاهم الله بما صبروا جنةً وحريرة صحيح بسبب إيه؟ إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرةً وسرورة وجزاهم بما صبروا جنةً وحريرة عشان إطعام ده آخرة عايز أقول أحرك على حاجة وقول للرسول صلى الله عليه وسلم ده ومرضاكم بالصدقات ده كتير والله حصلت كتير بقول والله العظيم حصلت وشفتها كتير جداً جداً وشفت يعني مش عايز أقول بقى معجزات بقى لا ده من الواقع أنا شفت يعني أنا أنا أحمد أحمد الشعر شفت وشفت حالات كده وحالات كان ميقوس منها تماماً بالصدق وتألهم ده ومرضاكم بالصدقات وسبحان الله وتلاقي الدنيا في يوم وليلة والله العظيم يا دكتور إسلام في يوم وليلة الدنيا بتختلف تماماً تماماً أو بشربة ماء تمام نعم وإحنا في مؤسسة سقيا الماء ده هو العنوان أصلاً سقيا الماء نعم فتعالوا مع بعض كده نشوف مع حضراتكم مع الدكتور إسلام تقرير عن مجودات مؤسسة سقيا الماء في شربة ماء تعالوا مع بعض نشوف مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان وشاهدين أهلاً بكم وتقريرنا النهاردة من مكان يعني مختلف وغريب وبعيد جداً في مرسى مطروح لكن الحقيقة إحنا بقلنا ثلاث ساعات من مرسى مطروح لحد ما وصلنا هنا في وسط الصحراء المكان ده اسمه الرابية الوسطى يعني خلاص السلوم أهي وبيننا وبين الحدود وبيننا وبين ليبيا نص ساعة وكمان مش على الطريق الرئيسي إحنا دخلنا جوه ممكن تلاتين كيلو لحد لما وصلنا هنا في وسط الصحراء مع مؤسسة سقيا الماء أهلاً بك شيخ أحمد الله يخليك يا رب يخليك يا رب شيخ أحمد المالكي معينا النهاردة ورحلة صعبة ومتعبة وممتعة ممتعة بقى في الله طبعاً لأن إحنا جايين في الخير حقيقة المسافة اللي إحنا ماشيناها دي وإحنا بنقول إزاي أصلاً الناس عايشين ده شيء يعني أولاً الحمد لله ربنا قدر لنا الخير اللهم لاك الحمد ومشينا هذه الخطوات كل ده الله تعالى وكل ده ليعانت البيوت دي كلها والأسر الفقيرة والنهاردة جايين نفتتح بئر يعني ده رقم البئر هو 343 مؤسسة سقيا الماء ده البئر زي ما مؤسسة سقيا الماء بتقول ده بيشيل تقريباً 10,000 متر يعني 10,000 سبحان الله ده بيكفي بيحاول لو يكفي إن المياه دي في الآخر هي تخزينية من مياه الأمطار وحقاته راحل لما بيجي يقرأ حتى في القرآن الماء ده ده رزق من الله عز وجل طبعاً وتخيل إن الإنسان لما يساعد في هذا الرزق يعني بيوصل رزق الله عز وجل وكوننا سبب للفقراء فده خير لأن الله عز وجل قال وما أنزل الله من السماء من الرزق وربنا تبارك تعالى قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبقه في الأرض وأيضاً الماء ده بركة يعني حتى ربنا سماه لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء والأرض وأيضاً هو رحمة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته اللي هو الغيث وهو المطر فكل إنسان شارك ولو بجنيه كل إنسان كان سبب من الأسباب اللي وصل المياه دي إلى الفقراء إلى المساكين إلى المحتاجين لا شك أنه ساعد في إيصال الرزق ساعد في إيصال البركات ساعد في إيصال رحمات الله تبارك تعالى إلى الفقراء والمساكين يعني حقيقة فهنيئاً له لأن دايماً بنقول كده الأيام صحائف الأعمار فخلدوها بأحسن الأعمال أحسن الأعمال إيه؟ اللي هو كما قال النبي عليه الصلاة السلام وحب يقول له اتصدق يا رسول الله قال عليك بسقي الإيه؟ عليك بسقي الماء إحنا بنحب دايماً إن إحنا نيجي ونشوف بنفسنا الإنجازات على أرض الواقع عشان لما نتكلم أو لمحد يسألنا بقى محل فقر كمان إحنا شوفنا بزرق بنفسنا وربنا يبارك كل اللي نقود ويتقبل يا رب يا رب يا رب يزاك من الله خير وإحنا في التقرير عايز أقول لحضراتكم عالين بنتفرج وشايفين أبار المية وشايفين قد إيه إن الدنيا فرق مع الناس فاتكلمت كده مع الدكتور إسلام عن فضل الصدقة وقد إيه إن الصدقة دي حاجة يعني عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى جدا عايزك تعلق لي معلش على التقرير ده تاني لا أنا هعلق على حضرتك قلته لي قبل التقرير وأثناء التقرير فعلا الصدقة يا أستاذ أحمد بتعمل أعمال الإنسان ممكن الإنسان نفسه ما يتخيلش إن ربنا بينجيه من مواقف كتير ومن مصائب كتير بس هو ممكن ما ياخدش باله إن ده حصل بفضل الصدقة بس لو رجعنا نفسنا ورجعنا مواقفنا مع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي الواحد فينا كده أحيانا ممكن حد يكد له مكيدة ممكن تضيع مستقبله ممكن تقضي على سمعته فربنا يرزقني بواحد طيب زي أخوي أحمد الشاعر يقول لي إسلام خد بالك فلان بيعمل لك كذا فربنا يقيك ده ده بسبب إيه بسبب عملك مع ربنا سبحانه وتعالى فاللي قالي الكلام ده مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قوليه صنائع المعروف أي معروف هتعمله وصلة مية بير مية حتة لحمة زي أخبرت لكم شوية حتة لحمة وشربة مية صنائع المعروف تقي مصارع السوق والهلكة والآفات زي ما حضرتك قلت من شوية إن ممكن بالصدقة مريض صدقة فربنا ينجيب سبب الصدقة دي طيب أنا عايز وإحنا بنتكلم برضو عن الصدقة دي إحنا بنفتح لحضراتكم سبل يعني هنا في سوقي الماء إحنا بنرشدكم أو بنشور لكم في طريق خيره في حاجات ممكن تعملها وحاجات مصبوطة ورايحة للناس المصبوطة تعالوا مع بعض نشوف تقرير ونرجع لكم مرة ثانية من أجمل العبادات اللي الإسلام حث عليها وأمرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد إطعام الطعام أفضل ما تفعله في الإسلام إحنا عارفين إن في مرسة مطروح أهلين هنا مشهورين برعي الأغنام فلما نلاقي إن هم محرومين كمان من اللحمة دي كانت صعاقة بالنسبانا وكانت حاجة صعبة جدا جدا إن أنا النهاردة أكون راعي غنم وما باكلش اللحمة غير مرة بس في الشهر وعلشان كده قررنا إن إحنا في أسرع وقت إن إحنا نيجي هنا نوزع اللحمة بأيدينا لكل أهلين جوا مرسمة تروح استعدادا لدخول شهر الأضاحي شهر الخير اللي إحنا دايما بنحاول على قد ما نقدر إحنا نوزع كل في كل المحافظات اللحمة وعلشان برضو حضرتك تتطمن دايما إن الناس أو مؤسسة سوكي الماء مع حضرتك دايما في كل مكان وفي كل محافظة إحنا بالروح بندور مرة واثنين وتلاتة على الأسر اللي فعلا اللحمة بالنسبة لهم هي موسمية يعني ممكن بيقولها بس لما حد بيحن عليهم ويبعت لهم ربنا المدد عن طريق يد حضرتكم في الكرة دي بيتحمل لهم حاجات كتير جدا من مؤسسة سوكي الماء أنا طبعا مزلت معهم قبل كده أكتر من مرة والنهار ده وشوفتهم طبعا بيتعمل هنا وقف لله الزتون أبار المية وصلاة المية الإطعام ودبح وتوزية اللحوم والكاراتين الخير والستر والصدقات المادية والعينية زي مثلا هنا في مرسمة روح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحث على الصدق سيدنا النبي كان يحث على بزل الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى عشان الفقير ما يحسش أنه هو واقف لوحده أبدا في المجتمع لا ده فيه غني واقف في ظهره وبيقول له ما تخافش ربنا أعطني المال عشان أنا كمان أساعدك ومن هنا الفقير يبدأ يحس أنه فعلا هو أخ المؤمن اللي النبي قال عليه صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضوه بعضا شبك النبي بين أصابعي عليه الصلاة والسلام هو ده اللي إحنا شايفينه على أرض الواقع من العيد للعيد ممكن من الأطحة للأطحة سعادة أن الواحد بيشتغل لله وربنا ديما يستخدمنا ولا يستبدلنا كلنا كده مع بعض وربنا يقدر ويتقبل من الجميع يا رب ويجمعنا كده إن شاء الله بالصداقاتنا دي مع بعض في الجنة وصحبة كده في الفردوس الأعلى أمين دمتم للخير صباقين ولنا داعمين مؤسسة سوقي الماء نعمل من أجل الإنسان رجعنا لكم تاني بعد التقرير دا وهنا دكتور إسلام عايز أسألك على التدبر أنا ليه لازم أدور على مين المؤسسة أو مين الناس اللي أنا هديها الفلوس أو أثق فيها أنا هديها الفلوس علشان تبقى هي وكيل بنيابة عنيف دا هسعى وهدور على المستحق يا أستاذ أحمد لأن القضية كلها مش قضية أنا عايزة أتخلص من الأطحية بتاعتي ولا أتخلص من الزكاة أو الصدقة هتلعها وخلاص لأ أنت هتطلعها بس مش هتطلعها وخلاص لكن طلعها للي يستحقها عشان لما تروح لحد حد يستفيد بيها دي حاجة الحاجة التانية حد يدعي لك فعلا لأنه هو مستحقها فيدعي لك دعوة من القلب فتوصل لربنا سبحانه وتعالى فتكون في مزان حسناتك وتلاقيها يوم القيامة بين إذن ربنا سوقي الماء أتدبر أسعى في أن أنا أوصلها لمستحقين سوقي الماء بتوصل للفقراء زي ما شفنا كده في التقارير في القرى والنجوع والقفور والمناطق الأكثر احتياجا صحيح أماكن بعيدة جدا فعلا ومؤسسة كبيرة مؤسسة عندها إمكانيات مؤسسة تقدر أن هي فعلا توصل الصدقة بتاعتك أو الأضحية بتاعتك للمكان اللي هو يستحقه بالفعل دكتور إسلام ردوان أنا بشكرك جدا على وجودك معنا نارضة وعلى الإسلام الجميل الذي يعني أحبه للغاية يعني وبين أصدقاء يعني شرف لينا أحب الله خليكم نشوفك أكيد معنا تاني دكتور إسلام بشكرك جدا دكتور على وجودك وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتكم من نارضة من برداماتكم سوقي الماء أترككم في رعاية الله السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة